إذا متابعين الكرام كما تتذكرون وكما تطلقنا إليه يوم أمس فإن شنقريحة وحضيرة الجزائر نظام الحضيرة جمع جميع الصحفيين في حضيرة الجزائر من أجل إعلان الاستنفار ومواجهة المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي المهزلة هنا متابعين الكرام هو أن شنقريحة قرر توزيع هواتف الآيفون آيفون 14 برو ماكس على الصحفيين الجزائريين لاستعماله في مواجهة المغاربة والمضحك هنا متابعين الكرام وهو هذه الصورة التي تشوفوا أمامكم على الشاشة وهو أن بنيف المخنن لم يتوصل بهاتفه واحتج على مجيد حاشكم لأنه لم يتوصل بالهاتف وهو الآيفون نعم متابعين الكرام هذه هما الحثالة اللي بغين يواجهون في مواقع التواصل الاجتماعي ضربين مع بعضياتهم حتى شمتوا صلوش بالهواتف ويحتجون حتى شمتوا صلوش بالهواتف ونفس المسألة متابعين الكرام تتعلق أيضا بالرواتب الشهرية التي يتقادها هؤلاء يعني الذباب دي الحضيرة الجزائر الذين بطبيعة الحال لم يستطيعوا أن يواجهوا المغاربة وانهزموا شر هزيمة أمام المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي ذلك شيء لا شفناش القريحة وعلى مجيد حاشكم ونظام حضيرات الجزائر مشوا وجمعوهم وداروا السينفار وزعوا لهم هواتف ديال الآيفون لعل وعسى يديروا شيء أو يحققوا شيء أمام المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي ولهم نقول طبيعة الحال لن تستطيعوا أن تحققوا أي شيء ولن تستطيعوا أن تهزموننا فرقوا اليوم الآيفون فرقوا اليوم شنو ما بغيتوا نضال الآيفون شوفوا النضال ديال الآيفون في حضرة الجزائر كيف اجدال فرقوا اليوم شنو ما بغيتوا لن تستطيعوا هزيمة سنة لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة